ولا يجوز للعبد أن يحتج بالمعاصي على قدر الله يقول الله قدر علي المعصية فيذهب إلى هذا شأن المشركين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء ولذلك المسلم يجوز له أن يحتج بالقدر على المصيبة مثل ما احتج آدم على المصيبة لكن يحتج بالقدر على المعصية لا يعني بعض الناس الآن يقول لك والله أنا يا أخي ما قدر الله علي أني أصلي ما الذي يعني كيف علمت بهذا هل كشفت اللوح المحفوظ هل اطلعت على سر الله جل وعلا وهذا الجنس من الناس يكذب نفسه في الواقع العملي في الواقع العملي لو قيل له مثلا يعني يريد أن يسافر قالوا له بأن هذا طريق مسافة خمسين كيلو متر وذاك طريق مسافته مئتي كيلو متر أو مئتين كيلو متر لكن هذا الطريق الخمسين كيلو أو أقل خطير فيه مخاطر فيه لصوص فيه قطع طرق فيه يعني مفاوز وعقبات ومهالك ومسارب وذاك طريق طويل لكنه معبد وآمن وفيه يعني إرشادات وفيه محطات يختار ماذا يختار الآمن أبدا لأن لو اختار الثاني كان مجنونا عد مع المجانين ولذلك بعض الناس الآن يقول لك يا أخي ما الله قدر عليه سبحان الله مثل ذاك الرجل الذي قدم لعمر وقد سرق سرق وقدم لعمر فقال يقول لأمير المؤمن العمر يا أمير المؤمنين قدر الله عز وجل علي السرقة فلم تقطع يدي قال قدر الله علينا أن نقطع يدك قدر الله علينا أن نقطع يدك فقطع يده والمقصود بأن الإنسان لا يحتج بالقدر على المعاصي والآثام يقول الله ما الله كتب علي صلي سبحان الله معنا قادر وعمليا مثل ما ذكرت مثال أمثلة كثيرة أمثلة كثيرة